رسمياً امتحانات الفصل الأول لتلاميذ سنة ثالثة ثانوي ستكون نموذجاً عن الامتحانات المقررة في شهادة البكالوريا دورة 2017 وهذا بمقتضى التعليم التي أبرقت بها المسؤولة عن قطاع التربية نورية بن غبريط إلى الأمين العام بالوزارة عبد الحكيم بالعابد إذ حثته فيها على تقييد المؤسسات التربوية للطور الثانوي بتفعيل المنشور رقم 1639 القاضي بتخفيض عدد الأسئلة والأجزاء في مختلف الامتحانات مع تقريز أسئلة المسائل في إطار عمالية تخفيض مواضيع اختبارات بكالوريا دورة 2017 وتحيينها مع الحجم السعي الجديد مواقف المتابعين والضالعين في حقل التربية تابهيانات من هذه التغييرات التي ستطرأ على بكالوريا 2017 الآن دخلنا في مرحلة ما يسمى بالبكالوريا التخصص وليست بكالوريا الثقافة العامة لحد الآن كانت هناك فوضى تعليمية تعلمية في الجامعات كل الطلبة ينالون شهادة البكالوريا معظمهم ولكنهم أبي الشهادة بها نجد المستوى الضعيف ويعيدون السنة الأولى جامعي عدة مرات هذا وبناء على جداول وزارة التربية فإن تلميذ شعبة العلم التجربية مثلاً وفي مادة اللغة العربية ستتضمن مواضيع الامتحانات دراسة سند شعري أو نثري مع تحديد 12 نقطة للبناء الفكري والبناء اللغوي بثماني نقاط الجديد في امتحان مادة العلم الإسلامية سيدور حول تقديم موضوع يتكون من جزئين في مقابل منح المترشحين لشهادة البكالوريا في مادة الفلسفة ثلاثة مواضيع اختيارية في حين تحدد بمجاب المنشور رقم 1639 موضوع التاريخ والجغرافية بجزئين أما مادة رمز غيا ستعتمد الوزارة أسئلة حول فهم النص ب60 نقاط ودراسة النص من 300 إلى 350 كلمة وعدة راسلة لا يجب أن تتجاوز الأربعة وفيما يخص مادة الرياضيات فقد قلصت وزارة التربية عدد التمارين إلى أربعة عوضة خمسة أما اختبار العلم الفيزيائية أصبح جزئين إجباريين عوضة ثلاثة وفي مادة العلوم حددت الريصاية ثلاثة تمارين مستقلة إجبارية في مقابل تضمن اختبار العلوم الطبيعية ثلاثة تمارين مستقلة إجبارية